اشتركوا في القناة هذه الزهرة رح تنتقل صباح يوم الثلاثاء ثلاثة واحد في تمام ساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة صباحا رح تنتقل الزهرة من الجديد للدلو ورح يضل الزهرة في حركة امامية لغاية صباح يوم الجمعة سبعة وعشرين واحد ساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة صباحا خلال الاسابيع المذكورة رح يطرأ تحسن ملحوظ على المظهر الخارجي والمعنوي لموليد برج الدلو ورح يشعر بقوة العاطفة ورح ينجد بلهم افراد من الجنس الاخر طبعا الزهرة تعتبر الساعة الاصغر فبتعطي بعض الحضوض لموليد برج الدلو طبعا بيستفيد معهم مش بس موليد برج الدلو بيستفيد معهم اصحاب الابراج الهوائية الاخرى والنارية ايضا يعني الجوزة والميزان والحمل والاسد والقوس والدلو وكذلك كل شخص تواجد عنده في خارط ميلاده في ساعة ميلاده الزهرة في برج الدلو او اي من الابراج اللي ذكرناها قبل قليل هذا بيكون عنده نوع من انواع المكاسب طبعا اللي بينولد وبيكون عنده اساسا الزهرة موجودة في الدلو هذا الشخص بيميل تكوين صداقات كثيرة وما بيحب انه يرتبط بعلاقة عاطفية قوية تحرمه من حريته او استقلاله فهدولا بيعيشوا زي الفراشة ما بيحب يثبت في مكان ولكن بيحب السفر والتنقلات والحب والعلاقات والمعارف اكثر والعلاقات العاطفية بيحاول انه دائما يبرمجها اللي ما تحكمه او ما تغير من شخصيته طبعا راح نحكي الان عن سعادة ونحوصة الزهرة لاذ لما تنتقل للدلو هل راح يكون سعيد او منتحس وليش اول فترة اللي هي فترة الانتقال اللي هي ابتداء من يوم ثلاثة واحد وحتى صباح ثلاثة واحد تعتبر هاي فترة قوية جدا للزهرة لانها راح تشكل زاوية تسديس قوية مع المشتري وزاوية تتليف مع المريخ حتى لو المريخ بيتراجع الا انه هاي تعطيه كريدت بانه يكون قوي ونسبة السعادة عنده قوية اما بالنسبة للمرحلة الاخرى اللي هي من يوم ثلاثة واحد ولغاية سبعة وعشرين واحد هون الزهرة راح تشكل زوايا صعبة اول زاوية هي زاوية الاقتران اللي راح تكون مع زحل وهاي راح تفقده كثير من طاقته لانه كوكبين متناقضات تماما فعشان هيك هون ببلش انتحاسته ورح يشكل زاوية تربيع برضو الزهرة مع اورانوس وهاي بتجيب المفاجآت عشان هيك بتدل الزهرة بمقوثها من ثلاثة واحد لسبع وعشرين واحد انه اغلب الاوقات راح تكون منتحسة وفي بعض المفاجآت السلبية فيجب الانتباه لكل برج من التحذيرات اللي راح اذكرها بعد قليل طيب ايش ممكن يستفيدوا باقي الابراج او كل الابراج من تواجد الزهرة في برج الدلو ايش راح يستفيدوا منها في خلال الفترة القادمة وايش راح ليحذروا او ايش بدي حذرهم برج الحمل طبعا اهم النقاط بالنسبة لموليد برج الحمل هي تعزيز النشاطات الاجتماعية فممكن يحققوا مشاريع بمساعدة اصدقاء او اشخاص ذو نفوذ اوي ذوي نفوذ اهم ايش انه في فترة انتحاس الزهرة او اليوم اللي بحكي الزهرة منتحسة بتكوا تحذروا من الاشخاص اللي بيدعوا انهم اصدقاء ولكن هم بيكونوا بيحاولوا خدعكم فبتكوا تكونوا حذرين اثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا تعطيهم فرصة لتقديم على عمل او للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او لترقي او ترفيع في مكان عملهم وهذه الفترة تعطي نوع من انواع التفاؤل والنجاح وتعتبر ايضا فترة مناسبة للزواج من وسط راقي ولكن في فترة انتحاس الزهرة بيغلب على موليد برج الثور الانانية في علاقاتهم وهذا الشيء ممكن يعرضهم لخيبات امل او يتضرر نفوذهم وسلطتهم وممكن يتعرضوا لانتقادات من محيطهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا بتعطيهم نجاح في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة الاكاديمية والمواضيع القضائية والسفر البعيد والامور اللي الها علاقة بالهجرة او التعامل مع الاجانب وبيكون سلوكهم جيد وممكن يحصلوا على تقدير الاخرين وتعتبر فترة مناسبة للسفر والتنقلات ولكن لما يكون زهرة منتحس ممكن يدخلوا بمغامرة عاطفية بتلحقهم منها اضرار خصوصا مع الاشخاص الغريبين او البعيدين عنهم او اللي بتكون علاقة مفاجئة او ممكن يعرفوا بعض الصعوبات اللي بتحول دون تحقيق مشاريعهم برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا هنا بتفتح لهم مجال من تركة او تعويض او شراكة اللي هي الاموال المشتركة او حتى قرض او ممكن يسدوا بعض الاموال المطلوبة منهم بيستفيدوا من مكاسب عن طريق الزواج او عن طريق شراكة او هبات او حتى ميراث اهم اشي انه في فترة انتحس الزهرة ما تبالغوا في الملاذات الحسية اللي ممكن اتعرضكم لو شاية او غيرة خصومكم برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد فترة مناسبة للارتباط وايضا فترة مناسبة جدا لتعزيز الشراكة سواء الشراكة المالية او العاطفية وتعتبر هذه فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقة مع الشركاء ويعتبر هذا الوقت وقت مناسب زي ما حكينا للزواج او عقد شراكة بتكون منتجي ولكن بسبب تراجع وطارد بتكون دقيقوا بالتفاصيل بشكل جيد اما في حالة الخلافات فممكن انك تصفوا خلاف بشكل ودي او مصالحة ما بينك وبين ازواجكم اذا كان خلاف بينكم السلبية من الزهرة اذا كانت منتحسة انه بهاي الفترة بتصير تحب المديح اكثر والاطراء اكثر وبتعمل نوع من انواع التلاعب بالمشاعر والعواطف فعشان هيك ما بتكون مخلص كثير في عواطفك برج العذراء فرصة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الزملاء وايضا تمتين علاقاتكم بالعمل او انجاز بعض الاعمال المهمة وهي الفترة برضو بتخلي في نوع من انواع الانسجام مع رفاقك في الوسط المهني او زملاءك او الاشخاص اللي بيتعاملوا معك وبتتمتعوا بصحة جيدة وان شعرت باي تعب صحي بيكون سريع الاستشفاء اما من ناحية السلبية للزهرة او في حالة انتحاسة الزهرة رغم تظاهرك بالمحبة الا ان موتك بتنقصها الحرارة يعني بمعنى اخر تتصنع الحب اكثر من الحب نفسه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا حظ في العاطفة والمال وفرصة للنساء للدخول بالحمل وممكن ايضا بعض النساء يفرحوا لها مولود جديد او لفرحة جديدة في خلال هاي الفترة اللي هي بوجود الزهرة في الدلو وتعتبر هاي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية جذاب عواطفك ممتاز جدا ولكن في فترة انتحاسة الزهرة بتصير عواطفك وجاذبيتك مفرطة فممكن تفعل اي شيء لاجل المتعة فبدك تنتبه من الاندفاع والتهور بالعواطف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب برضو الاستفادة بتيجي بالمسائل العائلية يا فرحة يا مناسبة يا امور الى علاقة بسكن وعقارات والعلاقات العائلية الحياة في المنزل بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على ارباح مهمة حتى اذا كنت بتمتلك املاك او عقارات في فترة انتحاسة الزهرة المشكلة انك بتكون متقلب الاطوار وغير مستقر وما بتحسن اختيار شركائك فعشان هيك بدك تشحط بركات وما تتخذ قرارات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا تركيز رح يكون نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات واي شيء بيتعلق بالسيارات او الاجهزة الالكترونية في هاي الفترة بتكون مريح كثير ملين جدا ومرن ورغم انه في عندك يعني عندك مرح عالي وقدرة ونشاط وبتمتعه بقدرة كبيرة على الاقناع وتعتبر هاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الاقارب والاخوة ولكن في فترة انتحاس الزهرة تقلبك وتبدل عواطفك بيجعلك تتلاعب بخلوب اللي بيحبوك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هاي فترة فيها مكاسب مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم او حل قضية مالية هاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي وللحصول على وضعية مربحة ولكن في فترة انتحاس الزهرة رغباتك الشرهة ممكن تدفعك لطرق مشبوهة فبدك تنده به من الاندفاع مهما كانت المغريات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو رغم انه عطار دي بيتراجع في بيت المتاعب والشمس ما زالت موجودة في بيت المتاعب والضغط الكبير اللي موجود على موليد برج الدلو الا انهم رح يشعروا ببعض التحسن اللي رح يطرق على مظهرهم الخارجي وعاء قوة العاطفي وانجذاب افراد من الجنس الاخر لالهم وبيزيد لطفكم ورقتكم وقيمتكم الاجتماعية وتعتبر هاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية ولكن في فترة انتحاس الزهرة شوي بصير فيه عندك يعني نوع من انواع الطيش او رغباتك بتكون شريهة وممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هاي الفترة بتعملكم فرصة للتعامل مع المؤسسات الكبيرة او الشركات الكبيرة يعني زي تقديم طلبات او عمل بمؤسسة كبيرة او زيارة لمؤسسة كبيرة او حتى الخروج من مؤسسة كبيرة يعني زي سجن مثلا او مستشفى تعتبر هاي مؤسسات كبيرة فاذا كنت مريض ممكن تخرج من المستشفى واذا كان مسجون من موليد برج الحوت ممكن يخلى سبيله بالفترة هاي او يبدأ بحل هاي الامور بتميله بالفترة هاي لمساعدة الاخرين ولا التضحية والاثار وممكن شويهك تشعر بطاقة كبيرة او ايجابية للعمل ببعض المؤسسات الدولية او الكبيرة كشركات او عروض ولكن في فترة انتحاس الزهرة ممكن تتعرض لمشاكل بسبب الغيرة وان شاء الله انه الامر الثاني لا اللي هي الفضائح فها بدك تنتبه من تصرفاتك وما تطلع سرك لأي حد وبعد موليد برج الحوت اذا ما انتبهوا ممكن يفسخوا علاقة هيك منكون انتهينا من اخبارنا الفلكية لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء